بسم الله الرحمن الرحيم أعلى وسلم بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم الكثير من النصائح أو الحلول المهمة جداً لإصلاح مشاكل استهلاك المعالج أو الرمات أو الديسك بنسب كبيرة جداً وفي الكثير من الأحيان بتصل استهلاك موارد الجهاز أو مثلاً المعالج والرمات والديسك إلى 100% حتى بدون استخدام أي برامج أو أي مهام تقيلة طبعاً المشكلة بتكمن في حال أنك مش بتستخدم أي شيء على جهاز الكمبيوتر ولكن فيه استهلاك عالي لموارد النظام في الكثير من الأحيان بيصل المعالج لمية في المية الديسك لمية في المية أو الرمات إلى مية في المية وطبعاً أنك مش بتستخدم شيء تقيل على الجهاز يستدعي لهذا الاستهلاك لذلك هنستعرض عليكم في هذا الشرح بعض الحلول المهمة جداً بدون أي استخدام برامج خارجية فقط من داخل الويندوز بعض الاعدادات بعض الخدمات البسيطة كداً هتبتدي أنك تعدل عليها وبالتالي هتعمل على تحسين أداء موارد الجهاز عندك أو هتنقفض بنسب كبيرة جداً أولاً من تطبيق البحث عندك على ويندوز 11 أو على الويندوز اللي أنك بتستخدمه أي ويندوز من تطبيق البحث هتفتح الخدمات للسيرفاسيز هتكتب س اي ار بعد ذلك هتبتدي أن تظهر معك في نتائج البحث سيرفاسيز اضغط عليها بعد ذلك أول خدمة نبتدي في تعطيلة خدمة تجربة المستخدم المتصلة والقياس عن بعد ودي خدمة نشطة بشكل دائم لإرسال بياناتك لمايكروسوفت إرسال بيانات عن طبيعة استخدامك للنظام أو طبيعة استخدامك للتطبيقات أو طبيعة عمل التطبيقات طبعاً دي خدمة غير مهمة وبتعمل بشكل مستمر وبالتالي طبعاً بتستلك الكثير من موارد الجهاز هتقف على أي خدمة بعد ذلك هتكتب حرف السي ثم بعد ذلك هتنزل حاجة بسيطة كي عندك الخدمة بهذا الشكل كليك مين عليها بعد ذلك بروبرتيز الخصائص طبعاً الخدمة أوتوماتيك فهنبتدي نخليها ديسابل معطلة بعد ذلك اضغط على ستوب انتظر ستواني بسيطة يتم تعطيل الخدمة بعد ذلك أبلاي وأوكي ثم بعد ذلك هتكتب حرف الاس أو هتحدد أي خدمة ويكتب حرف الاس بعد ذلك ابتدي انزل حاجة بسيطة عند هذه الخدمة لسيس مين طبعاً الخدمة دي كان اسمها سوبر فيتش ومايكروسوفت غيرتها إلى هذا الاسم سيس مين وظيفتها تحميل بيانات التطبيقات طبعاً التطبيقات أو البرامج أو الألعاب اللي انك فتحتها وقفلتها وما بقتش بتستخدمها وظيفتها تحميل هذه البيانات وحفظها في الزاكرة بحيث عند بدء تحميل جهاز الكمبيوتر أو فتح جهاز الكمبيوتر بيتم تحميل هذه البيانات للبرامج ووضعها في وضع الاستعداد في الخلفية تحسباً لانك ممكن تفتح أي منها هذه التطبيقات وبالتالي يفتح بشكل أسرع لكن طبعاً هذا الأمر غير مهم لانك في الأساس ممكن ما تستخدمش هذه البرامج فبالتالي ما فيش داعي من عمل هذه الخدمات أو وضعها في الاستعداد لان طبعاً ده بيستالك الكثير من موارد الجهاز عندك فاكلي كيمين عليها بعد ذلك بربورتيز الخصائص أيضاً الخاصية هتلاقي أوتوماتيك هتعطلها هتخليها بعد ذلك stop ثم بعد ذلك apply وأوكي بعد ذلك الخدمة رقم ثلاثة اللي هنتقدم من تعطلها هتكون windows search أو خدمة البحث فمن هنا هتحدد أي خدمة بعد ذلك اكتب حرف ال-w ثم بعد ذلك انزل حاجة بسيطة هتلاقي عندك windows search والخاصية دي بالتحديد بتعمل على الاستهلاك العالي للقورس لأن تركزها على عملية فهرصة البحث عن الملفات بحث بعد ذلك لو أنك هتستخدم البحث في العصور على الملفات تقدر أنك تعصر على ملفاتك بشكل أسرع لكن الخدمة دي بتعمل على استهلاك عالي للقورس بما في ذلك ال-cpu فلو أنك مش بتستخدم البحث مهم جدا أنك تعطل هذه الخدمة كليل كيمين عليها وبروبرتيز الخصائص أيضا بعد ذلك خليها disable ثم stop بعد ذلك او apply وأوكي وفي الأخير في خدمة بسيطة جدا متعلقة بالطباعة لو أنك مش بتستخدم طباعة لأن هذه الخدمة نشطة بشكل دائم بنفس الكافية هتحدد أي خدمة بعد ذلك هتكتب حرف ال-b ثم بعد ذلك هتلاقي الخدمة ظهرت معك print spuler كليك يمين عليها طبعا لو أنك مش بتستخدم طباعة أو الجهاز مش متصل بطبعة وما إلا ذلك فما فيش داعي منها هذه الخدمة لأنها طبعا بتعمل بالشكل التلقائي وطبعا ده بيؤدي إلى استهلاك من موارد الجهاز فخليها disable بعد ذلك stop ثم apply وأوكي بعد ذلك الخطوة التالية هتكون تغيير ملف تعريف الطاقة أو تعيين أفضل خط الطاقة للحصول على أفضل آداء من مربع البحث عندك هتكتب control panel هتفتح لوحة التحكم بعد ذلك هنا اضغط على تويب hardware and sound اضغط عليه ثم ال-bar option ممكن تلاقي عندك خطط الطاقة بهذا الشكل مثلا فيه عندك خطط البلانسد المتوازن وال-bar receiver موفر الطاقة أيضا ال-high performance وممكن ما تلاقيش هنا غير خطة البلانسد فقط فلو كانت البلانسد فقط هتضغط هنا على create a power plan بعد ذلك من هنا هتبتدي إنك تحدد ال-high performance وفيها جهازة بيكون عليها خطة الأداء العالي ultimate performance لكن ال-high performance بتكون أداء أفضل وأقل استعلاك في الطاقة بعض الشيء من خطة ال-ultimate performance فخلينا عند هذه الخطة ال-high performance بعد ذلك هنا سميها بنفس الاسم high performance بعد ذلك اضغط على next لكن خطة طبعا موجودة عندي بالفعل فبيقول لي غير الاسم فأنا بوضح لي كيفية إنشاءها أو إظهارها هنا في خطة الطاقة بعد ذلك حدد ال-high performance ومن هنا change plan settings ومن هنا حدد الخيار الأول turn off the display إمتى يتم إغلاق الشاشة طبعا بما إن ده PC فميظهر معي خيارات البطارية لكن بالنسبة لك هيكون فيه عندك تبويبين تبويب للبطارية وتبويب عندها الشحن تقدر إنك تعتمدها بالبيانات اللي هتكون موجودة عندك أو إنك تعدل الوقت اللي يتم فيه إغلاق الشاشة أو الوقت اللي يتم إدخال فيه الجهاز في وضع السكون طبعا هنا أفضل خطة أداء دي بيكون وضع السكون never أبدا فهنخليها على سبيل المثال مثلا 15 دقيقة أيضا إغلاق الشاشة بعد 10 دقيقة من عدم الاستخدام ثم save بعد ذلك هنا هتحدد الخطة اللي إنك هتستخدمها إن كانت live performance أو ultimate أو أي من هذه الخطط وهنا هتضغط على change plan أيضا بعد ذلك هتضغط هنا على change advanced power ثم بعد ذلك هتنزل حاجة بسيطة عند هذا الخيار processor bar management اضغط على علامة زائد اللي موجودة جنبه بعد ذلك هنا عندك الخيار الأول minimum processor state اضغط عليه طبعا خطة الأداء العالي اللي إننا حددناها خلت إن البروستسر هيشتغل بكامل طاقته في أقل العمليات فهنا عند المينمم هتخلي هذا الخيار 5% فقط بما في ذلك بالنسبة الماكسيمم طبعا ده يكون 100% فسيبه على 100% بحيث عندما أو عنده الضغط على الجهاز أو في أقصى أداء للجهاز يستخدم كامل طاقت المعالج طبعا ده يكون أم كويس جدا في الحصول على أفضل أداء أو معالجة أسرع للبيانات فخلي الخيار الأول 5% والخيار الثاني زي ما هو 100% بعد ذلك apply ثم ok بعد ذلك الخطوة التالية هتكون تعطيل تطبيقات بدء التشغيل وتعطيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية أولا بالنسبة لتطبيقات بدء التشغيل click main على قيمة start بعد ذلك iftah run ثم بعد ذلك اكتب هذا الأمر msconfig ثم ok هيحاولك بشكل مباشر هنا إلي عزيب قيمة حد التبويب start بعد ذلك open taskbar manager وهيوجهك هنا إلى كل الخدمات اللي بتعمل عندها بدء التشغيل فهتبتدي من هنا أنك تحدد الخدمات اللي ملهاش أي لازمة أنها تعمل عند بدء التشغيل لتقليل زمن فتح جهاز الكمبيوتر وتقليل استهلاك موارد الجهاز مثلا xbox enabled click main عليه وخليه disable windows security طبعا لو أنك بتستعمل windows security أو برنامج حباية آخر فطبعا ده ما تعتلوش terminal أيضا click main عليه و disable أيضا هنا محاول الصوت ما تعتلوش لو أنك بتستعمل أي برنامج لإضافة تخصيص على سطح المكتب إضافة ساعة إضافة أي شيء مثلا على سطح المكتب هذه البرامج ما تعتلهاش أيضا مثلا mobile devices click main عليه بعد ذلك disable أيضا Microsoft Teams disable والone drive disable أيضا الage disable ففي برامج كتير جدا هتلاقيها ملهاش أي فائدة تعمل عند بدء التشغيل Microsoft 365 disable أيضا أيضا الفون link click main عليه و disable كل هذه الخدمات كانت بتستالك الموارد وبتعمل على تقليل زمن فتح جهاز أو تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد ذلك بالنسبة للتطبيقات التي تعمل في الخلفية ده أمر مهم جدا من تعطلها ولكن بالنسبة لويندوز 11 مفيش خيار صريح تقدر إنك تعطل من خلال وتطبيقات الخلفية دفعة واحدة زي ويندوز عشرة ولكن ببساطة جدا من خلال تقدر إنك تعطل هذه التطبيقات دفعة واحدة سواء في ويندوز 11 او ويندوز 11 هوم لإن جروب بوليسي غير متاح لنسخ الهوم فهسيب لك شرح أسفل هذا الفيديو لكيفية تمكين الجروب بوليسي عندك على ويندوز عشرة او ويندوز 11 هوم وزيادة تأكيد لو إننا فتحنا إصدار الويندوز ده هنلاقي زي ما إنكم شايفين ويندوز 11 هوم وبكل بساطة ممكن عليها الجروب بوليسي هتكتب جي بي ادت دوت ام اس سي سي بعد ذلك اوكي هيبتدي يفتح معاك الجروب بوليسي بكل بساطة بعد ذلك من جزء التنقل على اليسار اضغط او دابل كليك على الادمينستراتف تيمبلت ثم بعد ذلك دابل كليك على الويندوز كومبوننت بعد ذلك هتلاقي عندك هذا المجلد الاب بريفاسي دابل كليك عليه بعد ذلك هنا من هذه القائمة هتلاقي عندك في آخر هتزيل صفحة لت ويندوز ابران انزا باكجراوند دابل كليك عليه بعد ذلك هتفتح معاك هذه القائمة هي طبعا هتكون على not configured غير مهيئة فهنخليها على الخيار التاني enabled طبعا دي سياسات فغير مهيئة معناها ان الخدمة شغالة يعني التطبيقات بتعمل في الخلفية وغير مهيئة ان ما فيش اي اجراء متخز في التطبيقات اللي بتعمل في الخلفية فهنخليها enabled بعد ذلك من هنا من tab web default for all app حدد خيار او اخر خيار force deny اللي هو فرض الرفض فرض الرفض اللي هو او اجبار الايقاف بعد ذلك apply واوكي وكده انك عطلت التطبيقات التي تعمل في الخلفية دفعة واحدة في ويندوز 11 اما بالنسبة لويندوز 10 فمن خلال تطبيق الاعدادات عندك فقط في مربع البحث لتطبيق الاعدادات اكتب background apps هيوجهك بشكل مباشر الى صفحة تطبيقات الخلفية بنفس هذا الشكل بيكون في عندك هذا الخيار let apps run in the background تقدر انك تعطل هذا الخيار ضفعة واحدة كل التطبيقات يتم تعطيلها وهذا الافضل او تقدر انك تراجع هذه التطبيقات وتعطل التطبيقات اللي انك مش محتاجها انها تعمل في الخلفية بعد ذلك الخطوة التالية هتكون ازالة التطبيقات الغير مستخدمة على الويندوز في ويندوز 11 او في ويندوز 10 طبعا لو انك توجهت او ضغطت click main على camille start بعد ذلك الinstalled app هنا هيفتح لك قائمة كل التطبيقات المسبتة عندك على الويندوز فيه طبعا هنا تطبيقات كتير جدا انك مش هتكون بتستخدمها هتبتدي انك تحدد ايه البرامج اللي انك مش بتستخدمها او الغير ضرورية عندك على الويندوز مثلا تطبيق click jump ده مش باستخدمه في uninstall الغاء التثبيت مثلا اي برنامج اخر انك مش بتستخدمه هتضغط هنا على النقطتين دول او الثلاث نقاط بعد ذلك uninstall الغاء التثبيت للتخلص من كل هذه البرامج طبعا التخلص من البرامج الغير مستخدمة بيعمل على تقليل مساحة في كورسل سي عندك وايضا تقليل استهلاك موارد الجهاز ولكن هذه الطريقة لازالة البرامج مش بتتخلص بشكل كامل من بقايا البرامج فهيسيب لك شرح اسفل الفيديو ده لبرنامج بسيط جدا وبشكل مجاني لازالة او حزف اي برنامج عندك بشكل كامل من جزوره من الويندوز بعد ذلك الخطوة التالية هتكون اخلاق مساحة من كورسل ويندوز عندك يعني لو اننا توجهنا الى مستكشف الملفات عندنا بعد ذلك الزيس بي سي في كتير من الاحيان هتلاقي كورسل سي عندك وانك مش واخد بالك ممتلئ مفيش في مساحة حرة كبيرة طبعا كل ما كان كورسل سي ده مش موجود في مساحة خالية بشكل مناسب او مساحة حرة بشكل مناسب ده هيعمل على تقليل اداء الويندوز بطء ملحوظ في اداء الويندوز وتجمد فيه الكسير من الاحيان فطبعا لو انك هنا عندك في قسم الدونلود في ملفات انك محملها بمساحات كبيرة يجب انك تنقلها او تحددها وتعملها قط وتنقلها في اي كورس تاني ايضا لو انك بتحتفظ بملفاتك على الدسك طب فان الدسك طب ده جزء من كورسل سي واي ملفات موجودة على الدسك طب دي بتستهلك مساحة ايضا من كورسل سي فيجب انك تعمل تنظيف ايضا لسطح المكتب وتنقل اي ملفات موجودة عندك في الدونلود او على سطح المكتب تنقلها داخل اي كورس تاني بما في ذلك تعمل افراغ بشكل مستمر دي سلة المحزوفات عندك لان طبعا اي ملفات انك بتحزفها وبتكون موجودة في سلة المحزوفات دي ايضا بتستهلك من كورسل سي عندك بما في ذلك ايضا هتتوجه الى الاعدادات عندك في ويندوز 11 او ويندوز 10 بعد ذلك تبويب سيستم ثم بعد ذلك انزل هنا عند خيار بعد ذلك اضغط هنا على خيار ثم بعد ذلك انتظر سواء بسيطة لحين ما يتم تحليل كل البيانات او كل الملفات اللي موجودة هنا الملفات المؤقتة التحميلات الملفات اللي موجودة في الروسايكل بين اي ملفات غير ضرورية على الويندوز زي ما انكم شايفين بالنسبة لقسمة دونلود عندي فقط عليه سبعة جيجا او تمانية جيجا بالنسبة لك ممكن يكون عليه مساحات كبيرة جدا فيجب انك تنقل اي ملفات موجودة في الداونلود بعد ذلك هتحدد كل هذه الاقسام بلا استثناء طبعا باستثناء قسم الدونلود لو في شيء مهم بعد ذلك اعمل لها للتخلص منها هذه الملفات وافراغ مساحة ايضا على كورسل سي بما في ذلك لو كانت مساحة كورسل سي لسه ممتلة بشكل كبير او بشكل مرحوظ تقدر انك تنقله مساحة من الكورس اللي موجود جنبه يعني تستقطع مساحة من هذا الكورس وتدمجها في كورسل سي بحس انك توسع مساحة كورسل سي بشكل افضل هسيب لك شرح بسيط اسفل هذا الفيديو لكيفية دمج مساحة واستقطاع مساحة من اي كورس ودمجها في كورسل سي بعد ذلك من مستكشف الملفات نفسه هتحذف الكاش الخاص بمستكشف الملفات اي ملفات انك فتحتها بشكل مسبق اي ملفات موجودة في الصفحة الرئيسية وما إلى ذلك من هذه الأمور اللي بتعمل على بطء مستكشف الملفات وبتستهلك مساحة. من الثلاث نقاط بعد ذلك option أو من أعلى المتصفح عندك في ويندوز عشرة تبويب view تقريبا ومنها حدد خيار option هتفتح معك نفس هذه القائمة من هنا اضغط على clear للتخلص من ملفات الكاش الخاصة بمستكشف الملفات لو أنك رحت لصفحة الرئيسية مش هتلاقي أي ملفات من اللي أنك كنت فتحتها بشكل مسبق وده هيعمل على إفراغ مساحة وتحسين أداء مستكشف الملفات بالإضافة إلى ذلك خطوة إضافية أيضا يجب أنك تعملها كل فترة click main على cam start بعد ذلك افتح run هنا هتبتدي أنك تكتب هذا الأمر temp temp بعد ذلك ok ثم continue بعد ذلك control وإيه حدد أي ملفات موجودة هنا وعمل لها delete دي ملفات مؤقتة صحيح مش بتستهلك مساحة كبيرة من كرس الويندوز عندك لكنها بتعمل على بطء أداء الويندوز بعد ذلك افتح قائمة run مرة أخرى ثم اكتب علامة فيلمية ثم temp ثم علامة فيلمية أيضا وأي ملفات هتظهر معاك هنا control وإيه وعمل لها delete أيضا طبعا في بعض الملفات مش بترضى تتمسح لأنها بتكون قد الاستخدام في الوقت الحالي فهحدد هذا الخيار بعد ذلك اضغط على escape بشكل عادي جدا الملفات اللي هتتحزف عادي يحزفها واللي مش هتتحزف عادي سيبها مفيش أي مشكلة بعد ذلك افتح قائمة run مرة أخرى واكتب هذا الأمر بريفتش ثم اوكي بعد ذلك continue بنفس الكافية حدد أي ملفات هتظهر معاك هنا control وإيه وعمل لها delete تخلص منها زي الملفات بعد ذلك خطوة إضافية أو في الأخير هتتوجه إلى الإعدادات أيضا على ويندوز 11 أو ويندوز عشر بعد ذلك system ثم انزل حاجة بسيطة tab web about ومن هنا اضغط على advanced system settings ثم بعد ذلك هنا من هذه القائمة اضغط على tab web performance اضغط على settings بعد ذلك من هذه القائمة دي العناصر المرئية والانيميشن والحركات على النظام عندك حدد هذا الخيار just for best performance ثم بعد ذلك ضيف علامة صحة لهذا الخيار smooth edge of screen font بحيث ان خطوط النظام ما تتأثر شي بما في ذلك أيضا ضيف علامة صحة على show some panels هذا الخيار واضغط على ok أو apply ثم ok بعد ذلك الخطوة الأخيرة انك هتتوجه إلى الإعدادات في ويندوز 11 أو في ويندوز عشر وبشكل دائم يجب انك تبت أي تحديثات متاحة للنظام لان هذه التحديثات بتعمل على إصلاح أخطاء النظام وخد بالك في الكثير من الأحيان لما تكون تحديثات الويندوز شغالة في تحديث بنزل في الخلفية بتلاقي استهلاك ديسك أو استهلاك موارد جهاز عالي جدا ده بيكون بشكل مؤقت لكن بعد انتهاء تثبيت التحديث بترجع الموارد تستقر أو تقل بنسب كبيرة جدا ولكن مهم انك تحصل على تحديثاتك لان هذه التحديثات بتعمل على استقرار النظام وتحسين آداء نظام وإصلاح المشكلات أيضا إضافة تحسينات أمان جديدة هسيب لك أيضا أسفل هذا الفيديو شرح مسبق لتعطيل الكثير من خدمات الويندوز التي تعمل في الخلفية دون أي فائدة العديد من الخدمات غير الخدمات الضرورية لأننا عطلناها في البداية دي في الكثير من الخدمات الأخرى غير ضرورية يجب من تعطيلها بس كده حرقكم هو ده كل ما في الأمر أهم النصائح والحلول التي يجب من تطبيحها على الويندوز عندك لتقليل استهلاك موارد النظام فما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولا عندك أي تعليق أو أي استفسار قل لي في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته